بعد كده للنادي الاهل كلنا طبعاً امبارح اتكلمت انا وقلت وكل الناس كاتعارفة ما هي وحاجة الناس كلها عارفاها بنقولها الناس كلها عارفا حاجة احنا بنعملها بفضل الله لعندنا حاجتين مهمين اوي هقولهم بعد شوية بفضل الله هذا البرنامج في هذه القناة المحترمة عملنا حاجات مهمة جداً جداً لفترة دي اي حد تاني يقول اي حاجة يقول براحته اللي متابع وشايف كويس قوي اي اعرف احنا لما اتكلمنا فانه 25 يناير يا نادي يا زمالك ما ينفعش تلعب ماتشك مع مازنبي 25 يناير بجمهور والحق خاطب الاتحاد الافريقي علشان تعدل من الملعب اذا كان الامن يوافق لك على ملعب خارج القيرة بجمهور او لا لانه عشر تيام لو انت كسرتهم مش هتقدر الى موافقة الطرف الاخر وطلع المستشار مرتضى وبلغنا انه هو خلاص خلص الموضوع وانه يلعب يوم 26 يناير في استاد القاهرة استنينا يوم عشان نشوف الكلام ده موجود لقينا ولا حاجة من دي حصلت رجعنا الاتحاد الافريقي باتصالاتنا الشخصية عرفنا انه خلاص 25 يناير مش هبافين ما تشكورها زي ما احنا قلنا بالزبط وتعدل او تعدلت مباراة الزمالك ليوم 24 يناير مع مازنبي وتعدلت مباراة الاهلي اللي كانت 24 يناير مع النجمة السحلي بقت 26 يناير ده بفضل الله وطبعا الامن تدخل وانا طبعا عندي اصدقاء كتير في الامن والحمد لله الحالة اللي احنا عملناها بحرقة واحنا بنتكلم هنا ان احنا عارفين المصلحة فين فمن ثم الامر قد طبال وراء لدى الامن وهم قالوا لي هذا الكلام بعد الحاملة القوية اللي احنا عملناها هنا وتم التعديل لكن لازمالك خاطب ولا ده خاطب ولا اي حاجة اطلاقا وده امر رائع جدا 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 اشتركوا في القناة